للأسف كمان بنشوف حاجة غريبة جداً دكتور نور بنشوفها دلوقتي يعني التواصل والحوار داخل البيوت بيتم عبر الموبايل يعني تلاقي طفل قاعد في قطه أو بنت أو ولد بيكلم بابا مش عايز يطلع يكلمهم فيبعات له مسج مثلاً أنا عايز كذا أو كذا يعني حتى لدرجة إنه التواصل ما بين الأب والابن داخل البيت الواحد بيتم عبر الموبايل عايز أسأل حضرتك على جزئية برضو مهمة جداً هو إنه في النهاية دي سمة الجيل وسمة العصر والسوشيال ميديا وموبايل وكله فمش أقدر أمنحها ممكن أقننها بشكل ما لكن هنا أنا عايز أقول بشكل علمي هل في حد آمن من استخدام الموبايل يعني في عدد ساعات معين لإنه أنا في النهاية ما أقدرش ألغي الموبايل أو سوشيال ميديا من حياة أولادي هل في حد آمن ساعات معينة أقدر أضبطها مع أولادي طيب أعز بس أقولك على جملة اللي أنت قلت عليها قل رايماير كالطبيب النفس كان بيقول لو عايزين نربي ولادنا مفروض نربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم فأنت عندك حاجة الأب والأم هما العامل الأساسي أكثر من 90% تدور عليهم هما في تنظيم الأولوات والوقت بتاع أولادنا الوقت الآمن بعد خمس سنين إحنا منتكلم في ساعتين ساعتين ونص ده الحد الأدنى يعني الحد الأقصى اللي إحنا ممكن يستخدم فيه عشان أكثر من كرة هيبدأ يأثر على الذاكرة وعلى مهارات الحفظ وعلى التركيز والانتباه وألاقي إما دخل فيه صعوبات أو صعوبات في اللغات لو بيقوم مثلا لغتين فهيبقى عنده مشكلة في اللغة هيبدأ ينسى مش هيبدأ يتذكره بشكل كويس المذاكرة هتاخد منه وقت شكل كبير جدا هيجيله تلوكة انتباه حتى لو بيستخدم الوسائل دي دكتور برضو السؤال يعني جف على بالي دلوقتي حتى لو بيستخدم الوسائل دي كوسائل تعليمية حتى أن أنا بستخدم الموبايل أنا أتعلم لغة جديدة أتعامل بحاجة جديدة برضو ما عودش عليه فترات طويلة مفيش بحث في العالم أثبت أن أي حاجة تعليمية هي أفضل لابني من الكتاب أو أي حاجة تاني مفيش أي دراسة قالت أن حتى أنا بحط ابني هو صغير عشان يتعلم الحروف عشان يتعلم أرقام هو صغير عشان يقرأ كل ده بيطلع إشاعات بتقصر على المخ على المدى الطويل أو المدى القصير بالمناسبة حتى المعلومة اللي أنا باخدها من الكتاب بتبقى أكثر رسوخاً في العقل من المعلومة اللي باخدها عبر شاشة يعني حتى يعني فكرة أنه الكتب الإلكترونية أو غيره لا الكتاب الورقي لما نمسه كده بإيدي وأقرأ الفعل القراءة ده هو اللي بيخلي المعلومة تثبت أكتر طبعاً ده أنا عايز أقولك إن في دول سمت السرعة بالسبب اللي إحنا عاديين دائماً على الموبايل يلا بسرعة الموبايل يفتح بسرعة يدى بسرعة الليب مرض السرعة صحيح مرض يلا كل حاجة تبقى أسر حاجة عندنا تلهو تلهواجة زي بقوله عشان كده تلاقي في حاجات بدأت تظهر غريبة الانفعالات بقت غريبة العضوانية والعنف ما أنت عايز كل حاجة بسرعة فأدرجوا إن السرعة أصبحت مرض بسبب اللي إحنا دائماً مستعجلين بسبب الحاجات الشعاعات دي بتأثر على المادة تبيضة فبتأثر على مادة السباة الانفعالة بتاعك اشتركوا في القناة